النمسا العليا ستكون أول مقاطعة تبدأ بتجريب بطاقة الإعاشة لطالبي اللجوء بطاقة الإعاشة اللي هو لا يعني أنه في بفاريا نجح يعني بصراحة اليوم يعني ما لشي طالب اللجوء اللي عم ياخد على سميثال إن كان عم ياخد 40 يورو بالشهر أو الذي يعيش لوحده يعني هو المسؤول عن حياته ويأخذ مبلغ أعتقد يصل إلى 400 يورو يعني هل تعتقد أن هذه 400 يورو أو 40 يورو سيقوم طالب اللجوء بصناعة استثمار ما فيه ما هو رح ينفقها على الأكل وعالشرب وإذا بيدخن وإذا بيروح إذا بأي شيء إذا يعني على التليفون على الإنترنت يعني هذا الشيء وبيقدر يشتري فيها يعني لاحظ أنت البطاقة سيدي الكريم بيقدر يشتري فيها من كافة محلات النمسا لا يستطيع المقامرة فيها يستطيع أن يصحب بإعلى مبلغ فيها بقيمة 50 يورو يعني بصراحة هذا شيء عادي يعني فعليا لم يتفعل شيء النمسا اللي أو هني خايفين أنه للأشخاص ياخدوا مصاري ويقوموا بتحويله إلى بلادهم طب بيقدروا هذا الأشخاص يصحبوه هنا المصاري هدول بشكل أو بآخر ويقوموا بعدين بتحويلهم يعني بصراحة مزارة الداخلية عم تعمل شو سازماندوح عم تعمل شو ويمكن الهدف تمويل الإرهاب يمكن هم الموضوع ده لا أعتقد من 400 يورو أو 40 يورو سيستطيع حتى تمويل الإرهاب أو دعمه بصراحة يعني أمور عبارة عن مواد انتخابية يحاول حزب الشعب يعني بصراحة اللعب على وطر ناخبي يحاول بأي طريقة أن نحن نكافع اللجوء نتصدى للاجئين نحاول أن نجعل أن نبسى دولة غير يعني غير غير مقبولة لطالبي اللجوء يعني أو غير مرغوبة عفوا غير مرغوبة لطالبي اللجوء مشان يتركوا مشان يروحوا على دولة أخرى يعني فكل هذا عبارة بصراحة عن شوء إعلامي ولا أعتقد أنه سيكون فعليا له تأثير بحكم أو بنفس الطريقة التي حاول السيد وزير الداخلية إيصالها للشارع مشان.